منتخم مصر بعد غد عنده مواجهة حلوة مواجهة حلوة شوف انا بقلتها حلوة ازاي ما مش عايز اقولك بقى قوية ولا كبيرة ولا مسيرة ولا 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 سيدي مواجهة حلوة ايه المواجهة الحلوة مع الجزائر محمد اكبر منتخبات في القارة الافريقية وانت واحد من اكبر منتخبات في القارة الافريقية المباراة بين مصر والجزائر دايما درب كده درب العرب ودرب القارة الافريقية مواجهة سقيلة وممتعة وممتعة تبقى حلوة عايزينها مواجهة حلوة مواجهة حلوة ده معناها ايه معناها ان احنا ناخد منها اكبر استفادة ممكنة معناها ان احنا ناخدها في حجمها الطبيعي اللي هي مباراود دي ما نسخدش انا حتى النهار ده احنا بفكر احضر للحلقة ومصر وجزائر مرضيتش اقول الكلام اللي هو المجعلس الكبير ده مباراود دي نستفيد منها ببساطة شديد ان شاء الله تبقى مباراود ممتع الجزائر عندها لعيبة رائعة جدا مصر عندها لعيبة رائعة جدا جاس فني هنا محترم وجاس فني هنا محترم الملعب محترم جدا في الامارات كل حاجة ان شاء الله خلينا نشوف مباراة حلوة قبل تصفيات كأس العالم وقبل كأس الامم الافريقية روي فيتوريا في هذه المباراة بيفكر انه يعمل بعض التعديلات في تشكيلة المنتخب على سبيل المثال هو بيفكر يدفع بمحمد حمدي بدلا من احمد فتوح على بتكلم على التشكيلة اللي عبت المباراة اللي فاتت مع زنبي محمد حمدي هيلعب الجزائر بدل من احمد فتوح وبيفكر يبدأ بزيزو بدل من حمدي فتحي ويزق محمود حمادة معاهم مع محمد النيندي ده الشكل اللي ممكن يبقى اقرب في وسط الملعب بتتكلم في زيزو محمود حمادة ومحمد النيني او زيزو محمود حمادة وطارق حمد ده التشكيلة اللي في وسط الملعب اللي قدام مش يحصل فيه تغييرات غالبا تريزيجيه مع مستوى محمد مع محمد صلح وفتوح يعد ومحمد حمدي يبدأ اساسي المباراة القادمة مباراة الجزائر طلق اقرب في التغييرات في تشكيلة مباراة منتخب مصر والمنتخب الجزائري المباراة على فكرة هتبقى المدرجات مليانة تزايا كلها تباعت يعني كمان على الشكل الجماهيري هتبقى مباراة جميلة وممتعة اذا بكلمك على الشكل الفني هي ممتعة اكيد بازن الله على المستوى الجماهيري لا في حالة هتبقى حلوة ان شاء الله في هذه الموقع ده فيما يخص منتخبنا الوطني